زي ما انت شايف كده من خلال الفيديوهات المقترحة عندي 17% ودي المؤشر بتاع الفيديوهات المقترحة ودي فيديوهات البحث على اليوتيوب طيب ازاي زود فيديوهات المقترحة من خلال الفيديو انا هرفعه دلوقت وهستنى بالزبط يوم وهرجع اقول لك الفيديوهات المقترحة وصلت مؤشرها لحد فين وبكده عدى على الفيديو بتاعي 24 ساعة وزي ما انت شايف كده بحث اليوتيوب ظهر عندي 58% والمؤشر ربع شوية كذلك الفيديوهات المقترحة عندي بقيت وصلت لتسعة واربعين وتسعة من عشرة في المية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هقولك إزاي تقدر تخلي القناة بتاعتك تحتل المراتب الأولى على اليوتيوب وكمان إزاي تخليها تظهر في الفيديوهات المقترحة لما أنت أقوم بقاعد على اليوتيوب كده وعمل بتتصفح عليه فجأة تلاقي في فيديو قناتك ظهر كده من ضمن القنوات الكبيرة فأنا حب أبشرك أنك تعملت مع الخورزميات بتاعت اليوتيوب اللي بتخلي قناتك تظهر من ضمن القنوات المقترحة وعلشان كده أنا جاي أكدلك أنت عملت إيه علشان تخلي الفيديو بتاعك تظهر في مراتب الأولى في محرك بحث اليوتيوب بصراحة الفيديو ده مهم لك جدا لو أنت قناتك زغيرة وهتتعلم فيها حاجات كتير قوي وأسرار أنا هقولك عليها محدش ألهلك عن اليوتيوب أظن دلوقتي أنت في بالك أن كله بيقول نفس الكلام ده عشان يلموا مشاهدته وخلاص لكن بجد أنا جاي أقولك على حاجات مهمة أوي لازم أن تخب بالك منها ولو ما خدتش بالك منها عمري وقناتك هتظهر في محرك البحث على اليوتيوب بصوا من كده معايا أدي أداة الأداة دي مهمة جدا علشان تخليك تحتل مراتب الأولى في محرك البحث على اليوتيوب أنا دلوقتي شرحي أصلا هيبقى على الأداة بنسبة 50% وخمسين في المية هيبقى شرحي تاني إزاي تخلي الفيديو بتاعك أنت يظهر من ضمن الفيديوهات المقترحة على اليوتيوب أو وسط القنوات الكبيرة دلوقتي أنت هتنزل الأداة دي سواء أنت كنت بتستخدم الكروم أو بتستخدم الفايرفوكس عادي جدا الأداة موجودة وتقدر تسطبها تعمل لها تنصيب وهتلاقيها موجودة هنا في الإضافات اللي هو الإضافات الموجودة هنا هتلاقي الأداة تسطبط عندك كده أنت على طول هتنزل بس الأداة وبعد ما تسطبها تربطها عندك بقناتك على اليوتيوب خلاص تمام تمام دلوقتي أنا هرفع مثلا فيديو على اليوتيوب ونفترض أنه أغط على كلمة إنشاء كده وهبدأ أرفع أي فيديو زي ما أنت شايف كده خلاص أنا رفعت الفيديو بتاعي دلوقتي عندك هنا في العنوان مكتوب كيف تجعل فيديوهاتك تظهر في فيديوهات المقترحة على اليوتيوب تمام طيب دلوقتي أنا بروح عندي بنسخ نفس الكلام ده خلي بالك المفروض يكون اسم الملف في الفيديو يكون برضو نفس الكلمة بتاعت العنوان هتنزل تحت كده شوية بتروح عندك على الوصف وبتضفها أول حاجة العنوان بيبقى أول حاجة أنا طبعا همسح كل الكلام ده لأنه مش بتاعك أنت لأنك لسه يعني جديد ما تعرفش أي حاجة من الحاجات دي أو تضيف أصلا مروابط أو تضيف أي حاجة مش شرط يعني بس دلوقتي الوصف اللي أنا هكتبه بالشكل ده كده كيف تجعل فيديوهاتك تظهر في فيديوهات المقترحة على اليوتيوب الصورة المصغرة شرط إن هي تكون جزابة حاول تنزل أي صورة جزابة عندك بحيث إن هي تجذب المشاهد مثلا أنا كنت رفع مثلا الصورة دي صورة دي مالية تمام دلوقتي عندك في قوائم التشغيل أهم حاجة قوائم التشغيل إنك تعمل إنشاء قوائم التشغيل وتشوف الفيديو ده أصلا بيتكلم عن إيه لو بيتكلم مثلا عن اليوتيوب ممكن تكتب يوتيوب تمام بعد كيف تغطع كلمة إنشاء لأنها مهمة جدا هتخدي الفيديو بتاعك أصلا يعني بيعمل إعلانات الفيديوهات قبل كده يعني لو كنت منزل فيديوهات قبل كده الإنشاء القائمة التشغيل دي هتعملك إعلانات كبيرة أوية على الفيديوهات القديمة خلي بالك أن لسه ما دخلتش في الشرح لحد حالا طيب دلوقتي أنا ضفت قائمة التشغيل تعالي بقى ندخل بقى في الشرح بتاعنا مش هطول عليه دلوقتي العنوان كيف هتجعل فيديوهاتك تظهر في الفيديوهات المقترحة فاكر إحنا سططنا الأداة دي على الفايرفوكس دلوقتي أنت هتروح تكتب الأداة دي أو الكلام ده عفوا الكلام ده هتكتبه عندك على الموقع بتاع اليوتيوب أو منصة اليوتيوب مجرد بس ما بتعمل سارش قال لك هنا المنافسة بيكون 63% المنافسة بتكون عالية جدا حاول أنك تستخدم المنافسة دي تمام؟ 63% كبيرة قوي طيب لو حبيت أن أنا أدور على أي حاجة تانية يعني مثلا كيف أخلي فيديوهاتي مقترحة لو جيت أضغط علي كده على طول قال لي برضو المنافسة 60% طيب ممكن أقف برضو هنا وأقول له هنا كيف أجعل فيديوهاتي تحصل على مشاهدات لقيت المنافسة 52% طبعا أنا محتاج المنافسة الأكبر خلي بالك من النقطة دي كيف أجعل فيديوهاتي تحصل على مشاهدات في التيك توك؟ لأمشي بنتكلم على التيك توك خالص تمام؟ طيب أرجع كده خطوطين وراء وقوله كيف تجعل فيديوهاتك تظهر فيه أنا هشيل مثلا كلمة فيديو مثلا هنقول كيف تجعل فيديوهاتك تظهر فيه الصفحة الأولى على اليوتيوب تمام؟ ضغط واحدة كده عليها قال لك هنا المنافسة 61% مقارنة بالقاب لها 63% يبقى احنا نستخدم الكلمة المفتاحية دي هناخدها نقابي ونرجع تاني للقناة بتاعتنا ونضفها هنا نقول له باسد خلي بالك بقى هنا بتضيف هنا الوصف الوصف حاول يكون فيه عدة كلمات مهمة اللي هتلاقيها أصلا موجودين عندك هنا يعني مثلا ممكن تاخد أول أربع عنوين عندك على اليوتيوب هذا كده العنوان الأول وتحطه هنا مثلا في تاكست خلي بالك وتعمل انتر تمام؟ ونروح عندنا على العنوان التاني ناخد العنوان التاني كده ونقول له كده copy ونرجع تاني هنا ونقول له هنا ايه انتر كنترول في عفوا بعد كده بترجع تالت هنا نروح ناخد نفس العنوان ده خلي بالك بقى انت بقى لو بتتكلم بقى في قنوات كبيرة يعني دلوقتي أنا أصلا بجيب قنوات أصلا ضعيفة خلي بالك دلوقتي مثلا أنا عايزة خليهم أحتل لأنا فوقهم أو كون أنا فوق كل الناس دي تمام؟ كل الفيديوهات ده أنا عايزة أكون فوقها انت بتعمل الطريقة دي طيب دلوقتي بقى انت بتبدأ تعدل على الكلام ده ماشي؟ هننشيل مثلا أربع طلق لجعل نقول مثلا جعل فيديوهاتك جعل فيديوهاتك تظهر في الفيديوهات المقترحة في اليوتيوب سر شيء زيادة المشاهدات تمام؟ تمام؟ كيف تظهر؟ ونقول مثلا إيه؟ ومن خلال ذلك كيف تظهر فيديوهاتك لجذب لمشاهدين أجانب مثلا من أمريكا ومن خلال أربع مثلا ومع أربع خالية وهنا من خلال كيفية نصلح كل الكلام ده بقى جعل فيديوهاتك تظهر في الفيديوهات المقترحة ونتائج البحث القول على اليوتيوب هتاخد الكلام ده قبيل خلي بالك بقى منقطة مهمة قوي انت لازم تكتب الكلمات المفتاحية اللي موجودة على محرك بحث اليوتيوب بشفيفك أو تقولها بصوتك علشان تظهر فيه ترجمة تمام؟ خلاص اتفقنا هترجع هنا تاني وتقوله هنا باست خلاص كده دي مرحلة الوصف خلاص احنا عدناها خلي بالك من وصف اليوتيوب حاول ما تقطرش فيه يعني انا بشوف ناس كتيرا لما بتيجيت مثلا بتكتب ازاي تخلي الفيديو بتاعك يزار من ضمن القنوات المقترحة بيكتبهم كلمات مفتاحية كتيرة قوي 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 على اليوتيوب خصوصا في الوصفة وبالتالي اليوتيوب بيعتبرها سبام وما بيصدرش الفيديو ده محرك بحث على اليوتيوب ولا يمكن يظهر أصلا تعال بقى نروح عندنا تحت كده شوية ننزل على حاجة اسمها عندك العلامات العلامات دي مهمة جدا علشان يخلي الناس تظهر الفيديو هات بتاعتك من ضمن العلامات دي فانا هشيف كل الكلام ده خالص بضيف هنا عندي العلامات اللي هو ممكن تغف على كلمة كي وورد هنا بيعمل لك عملية توليد على الكلمات المفتاحية يعني مثلا انا لو جيت ابحث عن الكلمة اللي احنا كنا بنبحث عليها هنا انا اخدها هنا كابي ونروح نضفها هنا كده ونقول له سيرش هيبدأ يبحث لك على الكلمة دي انت بس قول له لا اضف للكلمة دي تمام وضف للكلمة دي ودي ودي حلو اوي كده تمام بعد كده خلاص الحاجات دا اللي هي مخفية تحت دي بريميوم اللي هو المدفوع بس خلاص احنا مش بتوعه مدفوع احنا دلوقتي خلينا في المجاني طيب دلوقتي انا برضو انا هجيب لك موقع جميل اوي برضو هيعمل لك نفس الطريقة دي بس بيخلى لك بطريقة مجانية حط بس الكلمة المفتاحية هنا وتقول له سيرش انا لو كلامي سريع بس في الفيديو حاول توقف الفيديو او انا عشان ما طولش عليك وتزهق مني بس لحد دلوقتي لو انت وصلت الى هنا يبقى انت عاوز تكمل لنهاية الفيديو وان شاء الله تطلع بنتيجة حلو اوي دلوقتي انا هزهر لي عدة كلمات المفتاحية وهسيب لك رابط الموقع في التعليقات دلوقتي هضغط على كلمة قابل هنا وترجع تاني عندك في العلامات وتقول له كنترول في عملنا لصق هنا للكلمات المفتاحية لحد ما وصلنا ليه 490 كلمة زي ما انت شايف كده وده ممتاز اوي طيب دلوقتي خلاص كده انا مهمة ان انا اخلي الفيديو بتاعي يظهر من ضمن القنوات المقترحة للقنوات الكبيرة خلاص كده انتهت لسه بس عشرة في المية وحاجة مهمة اوي وهي عناصر الفيديو لما تيجي تدف ترجمة لازم ان تضيفك الترجمة على شام تخلي الفيديو يوصل لشريحة اكبر من الجمهور وانا شرحت قبل كده ازاي تقدر تترجم الفيديو بتاعك بجميع لغات العالم بحيث اي مستخدم على اليوتيوب يقدر يشوف الفيديو بتاعك ايا كان مكانه او موقعه او لغته يعني مثلا لو في حد معاه فيديو على اليوتيوب او طبيق اليوتيوب باللغة الانجليزية هيظهر الفيديو بتاعك بعنوانه باللغة الانجليزية لو حد معاه اليوتيوب باللغة الكورية هيظهر معاه الفيديو بتاعك العنوان بتاعه باللغة الكورية كذلك باللغة الانجليزية ومن هنا تقدر تخلي الفيديو بتاعك يلف العالم كله وانا شرحت قبل كده فيديو مهم اوي ازاي تقدر تخلي الفيديو بتاعك بجميع لغات العالم ويلف جميع أنحاء العالم وبالتالي تقدر تحصل على مشاهدات وتقدر تخلي فيديو بتاعك يظهر من ضمن فيديوهات المقترحة وتخليه يتصدر نتائج البحث الأولى على اليوتيوب وخلي بالك إن أداة vidIQ كيواردس مهمة جدا 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 لقناة اليوتيوب بتاعتك لو قناتك لسه صغيرة خلي بالك بقى من حاجة مهمة قوي أنت لما تيجي تروح تعمل على المستوى العرض ما تروحش تعمل علني ونشر وخلاص لا خليها غير مدرج الأول تمام أو بتخليها ضبط موعد عرض لو أنت عاوز تنشرها دلوقت ما فيش مشاكل أنك تنشرها مثلا بعدها بنصف ساعة يعني حالا موجودة عندنا الساعة واحدة ممكن تخليها الساعة واحدة وربع ممكن تنشر الفيديو عادي جدا وبنفس اليوم نفس اليوم بتاعك ونفس التاريخ بيفضل أنك تخليه ضبط الفيديو كعرض أول لأن بصراحة أنا لما عملت له نشر وعملت له ضبط الفيديو العرض أول لقيت أصلا الضبط الفيديو كعرض أول ده بيجيب مشاهدات أعلى من النشر العادي ليه بقى؟ لأنه ضبط الفيديو كعرض أول بيبعت شعار لجميع المشتركين عندك على اليوتيوب أنك نزلت فيديو جديد ولازم الكل يتفرج عليه طيب دلوقتي هنا خلاص أنا بعمل ضبط جدول زمني خلاص كده انتهت طيب المهم دلوقتي أنك تعمل إضافة نهاية شاشة وتضيف بطاقات أهم حاجة برضو أنك تخلي الفيديو بتاعك ده يحتل المراتب الأولى يعني من خوارزمية اليوتيوب أنك ما تخليش أي حاجة إلا ما تكون أنت عملها سواء كان من عنوان أو كان وصف أو صورة مصغرة أو قوائم تشغيل أو علامات أو حتى من عناصر الفيديو تخش تضيف ترجمة أو أضافة نهاية شاشة أو أضافة بطاقات وكمان تتعامل مع عمليات التحقق وتتأكد أن الفيديو بتاعك بدون حوق طبع أو نشر ومن مستوى العرض بتخليه ضبط كموعد عرض جديد وهنا تروح هنا تعمل علامة صحة على دي أنه هو يخلي لك تعمل إعلان للفيديو بتاعك للمشتركين عندك على القناة بحيث أن هما يدخلهم يتفرجوا على الفيديو بتاعك طيب يا أحمد هو لي اللي يثبتني لنا أنك مش ممكن تكون أنت بتقول كده وخلاص لا الحاجات ديت عن تجربة أنا يعني اشتغلت في قنوات كتيرة جدا حرفيا الطريقة ديت مهمة جدا علشانك طيب دلوقتي برضو علشان أثبت لك أن ده في الـ SEO عندك هنا بتضغط على كلمة view for report اللي هو بيعمل عرض الجميع التقارير عندك في الـ SEO عندك ضغطة واحدة كده عليها هيقول لك هنا التاجز في 3 من 5 وهنا 5 من 5 المهم متأفل كل الكلام ده لو جيت تحت كده شوية يقول لك علامات الغلط دي الغلط دي علشان أنك ما ضفتش البطاقات زي ما احنا اتفقنا في عناصر الفيديو ولا ضفت في نهاية الشاشة ولا حطيت حتى مثلا captions اللي هو ترجمة الفيديو وكمان الفيديو بتاعك مش مفاعل ربح لأن القناة أصلا لسه صغيرة ومش مفاعلة ربح وأنك أصلا ما عملتش public أنت كده خلاص ضفت اللي هي القوائم التشغيل وبublic اللي هو نشر الفيديو عن طريق أنك تخليه علني بس زي ما أنا بقول لك امشي تابعة الطريق دي وخطوة خطوة والله إن شاء الله هتلاقي الفيديو بتاعك ووصل فيه أول محرك البحث على اليوتيوب وبكده أنا شرح انتهى أتمنى يكون الشرحة عجبك ياريت تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة